في هذا الفيديو سأشارك معكم بعض الطرق الفعالة لتحسين أداء محاكي جيملوب لجميع الأجهزة الضعيفة المتوسطة وحتى القوية والتخلص من مشكلة اللاق والتقطيع وهبوط الفريمات على المحاكي سلام عليكم شباباتك حاكم إن شاء الله ديمون نكونوا بألف خير معكم أخوكم أحمد رجال لكم اليوم بقتل ستوري سنتوري جديد مقطع المجموعة الخير رح يكون عن محاكي جيملوب وبعدين يا أخوان مع محاكي جيملوب بكتير تعليقات بتجيني عن المحاكي هذا أنه عندنا بنلعب عليه بابجي موباين وعندنا مشاكل كتيرة في اللاق والتقطيع خصوصا لما بنكون وسط فايت أو لما بتنزل على منطقة حامية بيكون فيها كتير ناس بيصير عندك لاق كبير جدا الفريمات بتنزل لحد الخمسة لعشرة الخمسة عشر ويصير لاق رهيب جدا ان شاء الله في هذا الفيديو يا أخوان رح نعمل بعض الخطوات المهمة اللي هي تحسين أداء المعالج على المحاكي يا أخوان وعلى جميع الألعاب في كل عشان يا أخوان المحاكي محاكي جيملوب بيعتمد بشكل أكبر على المعالج وكان معالج قوي حتى بدون كرت شاشة أنا عندي معالج رايزن 5 5600G بلعب عليه وجربت عليها المحاكي مع كرت الشاشة اللي هو GTX 10500i كرت ممتاز جدا وبدون كرت شاشة نفس الأداء يا أخوان نفس الأداء ومعظم المحاكيات يا أخوان المحاكيات الأندرويد بتعتمد بشكل أكبر على السي بيو والشركة نفسها بتقول هذا الشيء أتكيد سرعة الرامات وحجم الرامات لو كان عندك جيد رح يكون أفضل كرت الشاشة كمان ولكن المعالج بنسبة ممكن نقول أنها الـ 65% للـ 70% جماعة الخير فاللي رح نسويه أول شيء يا جماعة الخير رح ننزل لأول تعليق متابة ضروري جدا نحمل هذا الملف ننزل لآخر شيء الملف المستخدم في الشرح في بعض الخيارات المهمة جدا اللي بدي منكم شوية تركيز يا جماعة الخير عشان إن شاء الله يضبط معنا كل شيء زي ما إحنا بدنية رح يمر هذا العداد هون يا إخوان طبعا المحاكي لازم زين بجوفوني تكون متبت عندك وتبت عليه ببجي هذا إشي طبيعي ونيجي هون نضغط على الرابط جهز زي ما بيمر هذا العداد عندنا الملف حجمه 57.2 ميجا بايت حجم صغير فري داونلود في هذا المكان نجتاز طبعا كود الكابتشا وهون عندنا عداد بيعاد تقريبا 30 ثانية لو فتحت أي نوافة من البطقة هون حاول تسكرها عارف أنها مزعجة شوي يا إخوان آسف جدا بس بتعتبر الدعم بسيط إنه الله يسعد لي يا رب لست أن يمر طبعا هذا العداد نجتاز كود الكابتشا وهون عندنا بيمر العداد نضغط على create download link رح نتأكد يا إخوان من الملف اللي بنحمله عشان ما نروح نحمل ملف ثاني بيتم تجهز الرابط بعدها click here to download الملف حجمه 57.24 ميجا بايت start download ونحمل الملف نتأكد من الحجم يكون 57.2 ميجا بايت بعد ما نحمل الملف رح نيجي نفك عنه الضغط شوي التركيز زي ما قلت لكم يا إخوان رح ندخل للملف نيجي عند أول برنامج هذا رح نستخدمه يا إخوان برنامج مهم جدا في ناس عندهم أجهزة قوية إخوان أجهزة كويسة وعندهم مشاكل اللاقوة التقطيع هالمشاكل غالبا بيكون سببها بعض الأخطاء وبعض المشاكل اللي بتكون في النظام عشان هيك رح نتبتها البرنامج ضغطتين yes نتبت هذا البرنامج مهم جدا advanced system care ممتاز جدا هذا البرنامج إخوان نشيل عالم تصح من هذول اتنين اللغة رح نخليها هون عربي ونضغط على تثبيت رح نختار no الخيار الثاني next حاسوب أنضف بكتير بيحسن من أداء النظام ومو بس على المحاكية رح تلاحظ أداء أفضل بكتير على جهازك على جميع الألعاب أو حتى على استخدامك العادي بيوفر خيارات أمنية كمان ولكن احنا رح نسوي بس الخيارات اللي بتهمنا في تحسين أداء الجهاز تصحيح الأخطاء والتخلص من جميع المشاكل خلاص لما نخلص رح أقوله لا شكرا إنها هون مزيد عبر الانترنت نشيلها رح يفتح البرنامج يا جماعة الخير رح أسكروا عشان البرنامج شي بعض الخيارات مش مج المجانية الخيارات المجانية أكتر من كافية ولكن أنا وفرت لكم ملف هذا الفيكس ما في داعي أني أحكي عنه كتير يا أخوان عشان هذا الشيء بيعتبر مخالف ولكن الملفات اللي جوه هذا الفولدر رح تنسخها جوه فولدر البرنامج أوكي زي ما تشوفون النسخة عندي البرو رح نضغط نخليه وضع AI ونضغط على فحص زي ما تشوفون رح يفحص جميع مكونات الجهاز ويشوف لو عندنا أي أخطاء تتبعات الخصوصية 12,523 خطأ ملفات غير هامة جميع هاي الخيارات أخوان مهمة جدا وممتازة جدا بتحسين أداء النظام رح تقولوني شو فائدة هذا البرنامج في المحاكي مهم جدا يا جماعة الخيار الأخطاء زي ما قلت لكم اللي بتكون على النظام بيصلحها إلينا عشان المحاكي هو بده بس شوية شغلة ب بيشوفه على الكمبيوتر وبيصير يكرش ويقلج عشان هيك مهم جدا هذا البرنامج جمعة الخير رح نستنى على حسب كل جهاز هو الوقت رح ياخده في الفحص نستنى وما تسرع هون رح يقول لك لازم تسكر جوجل كروم عشان يخلص وينظف لك جوجل كروم أنا رح أقول له لا تخطي وهس زي ما تشوفوني إخوان هون عدنا الأخطاء اللي لقاها 5.3 جيجا بايت بيقول لك رح يحرر لك مساحة على القرص العناصر 1380 العناصر يمكن إصلاح أربع مشاكل أمان لتأمين جه جهاز الحاسوب يمكن تحسين 1380 عناصر لتحسين أداء جهاز الحاسوب رح نقول له إصلاح ونستنى زي ما تشوفون هون رح يتم إصلاح جميع هاي الأخطاء الموجودة على الجهاز تحسينات النظام تحسينات الانترنت جدار الحماية تعريفات قديمة برامج قديمة كل هاي الأخطاء رح يتم تصليحها يا إخوان زي ما تشوفون ضعف النظام وخلاص يقول لك هون يجب إصلاح عشر عناصر يدويا بالتبت برنامج درايفر بوستر أنا رح أقول له لا وإنهاء الخيار الثاني أعلى سرعة تشغل التيربو مود قبل ما تدخل للمحاكي أو تدخل للعبة عشان يوقف بعض الخدمات الغير ضرورية عشان يسرع لك الألعاب نفس الشيء بالنسبة لهذه الخيارات رح أخلي لكم إياها إخوان تكتشفونها أنا عشان ما رح أتكلم كتير عن هذا البرامج سبق وخصصت له مقطع مخصص رح تلاقوه على القناة البرامج الثاني عندنا بار كونترول هذا البرامج ممتاز جدا إخوان في الحصول على أفضل وأقصى أداء للمعالج بتكلم عنه كتير هذا البرامج إخوان وهذه الأداء ر لو عندك ويندوز عشرة أو 11 سبعة أي ويندوز 64 بترح تختار هذا عندك ويندوز 32 بترح تختار أول واحد أنا عندي 64 فرح أختار تاني واحد إنجليش نكست 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 وإنستول بعدما يتم تتبيط الأداء رح نيجي أول خيار نيجي هون عن خيار بتسم هايس بيرفورمانس بروفايل نتبدو بالشكل هذا يخوان البرفايل هذا ممتاز جدا وأحسن بروفايل بالنسبة للألعاب نيجي هون ونختاره في هذا المكان بتسم هايس بيرفورمانس بعدها رح نضغط هون على شو أدفن نخلي هالخيارات على مية كلها نضغط على أبلاي ونضغط على ميك اكتف وهون نأشر على هذا الخيار يخوان تختار هون بتسم هايس بيرفورمانس أوكي يس وخلص نضغط على اكزت يخوان وخلص نضغط هون على أوكي بعدما نخلص ونيجي هسا للملف للأداة الموالية من بارك سي بي يو تقريبا نفس أداء البرنامج والأداة الأولى ولكن نتأكد زي ما رح شوفوا قدامكم يخوان تواني بسيطة هذا الملف الملف ككل يخوان ينصح ويستحسن أنك تخلي عندي عندك في مكان على القرص ولا تحدفوه تخلي الأداة هاي شغالة رح نيجي هون عشان نفاعل جميع الأنوية الخاصة بالمعالج الخاص بي اخوان انابل كورز 12 نواء اللي بيدعمها المعالج الخاص بي تختار بيتسم هايس بيرفورمانس لو بتستخدم لابتوب رح تختار هون اون باتري وأكيد لو عندك لابتوب يستحسن ما تلعب على البطارية شيل البطارية ويشبك اللاب مع الشاحن مباشرة عشان بيقصر من عمر البطارية الألعاب كلها يخوان مش بس المحاكي نخلي هذا الخيار عالمية هون اخوان نضغط هون على اوكي ابلاي اوكي وخلص نطلع من الأداة بعدها عندنا رفع أداء الجهاز هون عندي بعض الاختصارات يخوان اللي جمعتها لكم رح نيجي لهون ترانسبارينسي افكس تلاقيه شغال تفيه كل هاي الخيارات يخوان بتحسن وترفع أداء الجهاز نيجي هون نسكر هذا الخيار اكس بوكس جيم بار السكيلينج رح نخليه على الريكموندد اللي نلاقي هون غالبا بتكون مية بالمية نخليه مية بالمية الخيار اللي بتلاقي قدام الريكموندد هو اللي رح تخليه الجيم مود تفاعله بالشكل هذي اخوان بدك تضيف المحاكي لكرت الشاشة تفاعل هذا الخيار وتضيف المحاكي لكرت الشاشة لو بدك جيم لوب هون اوبشنز وهاي بيرفورمانس في هذا المكان وتضغط على ستيف هون على ديزايب الفيزيال افكس التأثيرات البصرية رح تلاقيها خيار اول تختار خيار ثالث وتأشر هون على شود تابنينز انست اف ايكونز سموت ايج اوف سكرين فونس هاي الخيارات ابلاي اوكي الخيارات هاي سبق وتكلمت عنها يخوان ولكن في ناس اول مرة بتشاهدنا وبتشاهد الشرح فارح نتكلم عنها مرة تانية ماكراوند ابس تقيها شغالة طفيها بالكامل البرامج بتشغل على الخلفية انا عندي بس ثلاثة ولكن لو بتسخدم النسخة الاصلية من الويندوز رح تلاقيها هون عندك كومة برامج عشان انا مخفف النسخة عندي فما عندي برامج كتيرة الويندوز ابديت لازم تتأكد ان الويندوز عندك محدد لاخر اصدار عشان مايكروسوفت بتنزل تحديثات فيها تحسينات كبيرة للنظام يخوان فتأكد انك منزلها زي ما تشفون نزل اخر تحديث للويندوز خليه حدد تسيبه ما في مشكلة الستارتاب ابس برامج هاي بتشغل لما بنشغل الجهاز سلقائيا بتشغل فتأكد انك يعني مش مشغل اي برامج مائل وداعي انا بطفي كل شيء بالسدناء مثلا الويندوز سيكوريتي نوتفيكيشن اللي بخليه شغال ريستارت ابس اوف نطفي هذا الخيار يخوان ريستارت ابس نلاقيه شغال رح نطفي هذا الخيار وخلص نطلع بضلل عندنا هون يخوان اداة ام اي سعي يوتيليتي نضغط عليها كليك ايمين تشغيل كمسؤول ضروري جدا اوكي بعدها رح نيجي ندور على كرت الشاشة اسم كرت الشاشة الخاص بك انا انفيديا جي فورس جي تي اكس الف وخمسين تي اي انت على حسب الكرت الخاص بك تأشر هون وتختار هون هاي بعدها ابلاي وبعدها رح نطلع بعدها عندنا اداة ريديوس ميموري نفك عنها الضغط اكسراكت هير الاداة هاي اخوان بتقلل السهلة كرامات كيف نفتح الادات بالشكل هذي جماعة الخير هاي هالادات ورح نيجي على التاسك ماناجر نفتح التاسك ماناجر بعدها هون عندنا البرفورمس الميموري الميموري ليش انا عندي اصلا مستهلك بس 3.6 عشان برنامج ادفانس سيسم كير لما فعلنا تيربو مودي اخوان وضع الالعاب هو اصلا طفالنا بعض الخيارات بتستهلك بنرامات عشان هيك الاستهلاك قليل عندي اياه ولكن في الوضع العادي بدون اي برنامج بيكون الاستهلاك اكتر من 6 او 7 جيجا لما بكون بصور وبمنتج وبسوي شغلات مثلا رح نيجي هون على اوبتيمايز رح تلاحظوا الاستهلاك رح يقل يا اخوان اوبتيمايز ورح ينزل هذا الاستهلاك زي ما تشوفون يا اخوان استهلاك الرما تنزل بشكل كبير جدا من 3.3 ل 2.6 تقدر تعمل وتضغط كمان على اوبتيمايز وعلى حسب ينزل ممكن ينزل وممكن لا ولكن زي ما قلت لكم شوفوا كومة البرامج اللي مشغلها عندي يعني برامج حماية برامج خلفية متحركة كتير شغلات مشغلها فالاستهلاك هذا منطقي جدا اوكي نزل الادا هاي خلاص اللي ضل هسا يا اخوان بس ال game loop priority game loop priority يا جماعة الخير شو هو الاولوية بالنسبة للمحاكي رح نيجي نشغل محاكي game loop بالشكل هاد يا اخوان شغل المحاكي تواني بسيطة حتى يشتغل اوكي هون لما نيجي على task manager ورح نيجي على خيار details هون اخوان في جميع التطبيقات والعمليات اللي بتتم شغالها على الخلفية ولكن قبل ما نسوي خطوة priority يا جماعة الخير رح نيجي هون على الاعدادات هاي اعدادات المحاكي بصراحة يا اخوان على حسب كل جهاز هو ولكن رح اوريكم بعض الاعدادات اللي بنصح لكم تسووها رح تيجي هون وتخليه auto رح تقول لي ليش الخيار رح يضبط معك انت ممكن ما يضبط مع شخص تاني فرح تخليه auto اول واحد فعله تاني واحد فعله تالت واحد بالنسبة لك كرت الشاشة يا اخوان لو عندك كرت شاشة خارجي رح تأشر عليه ولكن لو عندك كرت شاشة بس الداخلي اشر عليه عن نفسي يا اخوان انا الكرت الداخلي بس الخاص بالمعالج زي ما قلت لكم ryzen 5 5600G ال vega 8 انا بشغل هذا الخيار اخوان بفعل الخيار هذا بخلي عليه علامة الصح فحبيب والله فعل جميع الخيارات بسناء vertical sync لو شفت عندك لاغ حاول تشيل عنه علامة الصح لانتي alizing off بالنسبة للميموري على حسب تقدر تخليه 2048 البروسيسور حط اعلى رقم موجود على معالجك task manager مرة تانية نروح على performance cpu هون رح تلاقي خيار cores كورز يعني الانوية لقيت هون عندك اثنين اربعة ستة نفس الرقم اللي رح تلاقيه هون رح تختار في هذا المكان نخليه مثلا اربعة انا بخليه اربعة بصراحة الريزوليوشن رح تخليه هون اوطى شيء كل ما كان الريزوليوشن اوطى كان الاداء افضل واحسن 1366 على 768 بالنسبة لاجهزة الضعيفة ولو جهازك كويس وعندك مشاكل اللاق تقدر تختار نفس الريزوليوشن شاشتك تيجي هون تلاقي الديس بليو رزوليوشن 1920 على 1080 نفس الريزوليوشن هادا تختاره هون الدي بي اي اكيد لازم لو جهازك ضعيف كتير تحط اوطى شيء انا بخليه 320 الموديل ما بغيره الريزوليوشن هادا 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 هو الجيم HD HD ديفولت ولكن الاجهزة الضعيفة سZ 720 سموت هادا المكان على حسب زي ما قلت لكم كل جهازه هو جهازك ضعيف اكيد رح تخليه ادنى اعدادات جهازك كويس ولكن عندك لا تقدر تختار 1080 على الهدش دي هون الديفولت الاف بي اص خليها ديفولت احسن تقدر تغيرها جوا اللعبة رح نيجي نشغل اللعبة يا اخوان والمحاكي ببجي موبايل عشان نتكلم زي ما قلت لكم عان خطوة الريوريتي والاولوية زي ما حكينا لما نيجي هون على details اخوان هون عندي العمليات والبرامج يشغالها على الجهاز وشغالها على الخلفية المهم كل هاي البرامج تقدر تسوي لها اولوية مثلا هذا البرنامج بدي اعمله اولوية set priority high or real time يعني اعطيه اولوية بالنسبة لموارد الجهاز معالج كارت شاشة رامات ان الجهاز يعطي اولوية للبرنامج هذا او التطبيق هذا على باقي البرامج مثلا بدي هذا البرامج اخليه high تكون اولوية اعلى change priority وصارت الاولوية اعلى يخوان زي ما رح تلاحظوا هون هاي بالنسبة للتطبيق هذا ولكن هاي الخطوة لازم تسويها كل مرة بتشغل فيها البرنامج او المحاكي لازم تسوي هاي الخطوة نفس الشيء اللي باقي هاي البرامج اخوان الخلفية المتحركة الاولوية نخليها high كمان ولكن لما نيجي هون على الاب مارك تكيد هذا المحاكي ولكن اللعبة والانجين والمحرك يخوان ببجي نفسها هي خيار اندرويد ايموليتر en.exe فاللي رح نسويه نضغط كليك يمين نغير الpriority يخوان نخليها high change priority رح يعطيني error access is denied ما بقدر اغير الpriority حتى لو سويت اي شيء سويته ما رح تقدر تغير الpriority الاولوية الخاصة بالمحاكي هذا ملف التكيس يخوان رح نيجي ناخد خيار high بالنسبة ل real time اعلى خيار يا جماعة الخير هو الافضل اكيد ولكن هذا الخيار لو جهازك high end جهازك عندك معالج 16 نوا عندك كرت شاشة rtx 4000 عندك رامات 32 يسحسن تخليه real time ولكن احسن وافضل خيار تخليه high نيجي ناخد هذا الامر copy ونسخي يخوان بعدها رح نيجي نفتح البحث ونكتب cmd command prompt ونضغط click main تشغيل كمسقول run as administrator yes ورح نيجي هون نضغط control v من الكيبورد او بس نضغط click main من الماوس رح يتم لسق الامر نضغط enter يا اخوان هس رح نطلع من هذول الاثنين ونرجع على الاموليتور click main نغير الاولوية رح نلاقيها automatically high دون اي تدخل منك high هاي الخطوة زي ما اكتبت لكم رح تسويها دايما كل مرة بتفتح المحاكي لازم تاخد الامر هذا وتنسقه عشان تخليه high وتغير له الاولوية بالنسبة للمحاكي يخوان وهاي الخطوات اللي من شأنها زي ما اكتبت لانها تحسن من اداء محاكي game loop على جهازك غير هيك ما في اي خطوات وما تخلي اي حد يكذب عليك يقولك انه في اعداد هذا او اعداد هذاك هذه هي الخطوات اللي رح تسويها تحسن بها اداء المحاكي تحسن من اداء معالجك او يكون عندك اصلا اردي معالج يكون قوي رح تحصل على اداء افضل من المحاكي وتتجنب مشاكل اللاقو التغطية حتى الناس اللي عندها معالج قوي اخوان لو مش مفاعلين الخطوات هاي اللي سوينها خصوصا برنامج bar control اللي بيعطيك الانوية زي ما تشوفون اتنعش على اتنعش بالنسبة لاداء المعالج الخاص بيك فاكيد رح يكون عندك اللاقو التغطية عشان المحاكي ما بيحصل على افضل اداء من معالجك انت عشان بصراحة هاي شغلة ومشكلة من الشركة نفسها يا اخوان بتقولك انه اللاقو حبيب والله هادي مشكلة جيملوب نفسه يا اخوان جميع الالعاب رح تكون عندك ممتازة واسطورية لكن لما تيجي على المحاكي رح تلاقي عندك مشاكل شغلة مش مفهومة بصراحة ولكن هذا الشركة نفسها مش ملاقعة الو حل احنا رح نسوي اللي علينا نحسن من اداء المعالج وبعض الخطوات زي لما نيجي هون على هاي الموارد يا اخوان في بعض الموارد اللي انت مش محتاج لها زي بعض الموارد الرسومات غرافيكية قديمة هاي الشغلات احذفها موارد مش محتاجها احذفها عشان اي اشي بده يحسن لنا من المحاكي رح نسويه اكيد مثلا عندي هون العناصر عناصر التحكم المتقدمة ننزل لاخر شيء رح تلاقي هون عندك اعادة عرض مقطع التصفية طفيه اللحظات البارزة طفيه عشان هاي الخيارات كأنك قاعد بتسوي ريكورد على جهازك خلي الجرافيكس على السلس وفعل اعلى اعداد هون واعلى خيار اكيد حتى الساحة الانتظار تسويها نفس الشيء لا تسويها HDR وهيك لا تسويها نفس الشيء وخلاص اخوان بالنسبة للثوت كمان لا تخليه الترا خليه اوطى شيء وهيك كانت افضل اعدادات بالنسبة لمحاكي جيملوف وبيدن الله وان شاء الله يتحسن عندكم اداء المحاكي اللي زي ما قلت لكم حدد تعريف كرت الشاشة لاخر اصدار حدد الويندوز اخر اصدار وان شاء الله تتخلصون من هاي المشاكل اتمنى كنا الاعجابكم واشترحوا تكونوا استفدتم من الشرح اخوان لو عادكم اي استفسار نزلوا تعادل الكمنتات واكتبوا لي اياه تحلمونا يا اخوان من اللايك لهذا الفيديو واشتركوا في قناة الله يسعد ليكم يا رب وفعلوا زر الجرس وخلوا الاشعارات على الكل زي ما تشوفوا قدامكم على هاي الصورة اغلب نسبة مشاهدين قناتنا للاسف مش مشتركين الله يسعد ليكم يا رب اشتركوا في قناة وفعلوا زر الجرس بطل الشي غير اودعكم على ما ان شاء الله اشوفكم في مقطع السوري سلطوري قادم سلام عليكم ورحمة الله موسيقى موسيقى